الحقيقة يمكن على مدار الأسابيع الماضية منذ بدأنا إجراءات الحقيقة الإصلاح الاقتصادي والتحريك سعر الصرف وإحنا بنتابع على الأرض الموقف والحمد لله وكان فيه يعني توجهات وفيه توجهات من فقامة الرئيس إن لازم المواطن يبدأ يشعر بانخفاض الأسعار بصورة جزرية وبصورة كبيرة ويمكن وقت ما عملنا الإعلان في الفترة قبل أجازة العيد توفقنا مع اتحاد الغرف إن حيبقى الانخفاضات في حدود الـ 15% لـ 20% وإن بعد إجازة العيد إن تبدأ الانخفاضات تستمر وممكن إنها تصل وإن شاء الله هتصل إلى حوالي 30% الحقيقة النهاردة كنا بنتابع على الأرض الحقيقة الموقف بالضبط إيه ويمكن هنا أنا بفرق ما بين السلاسل التجارية وما بين تجار التجزئة وتجار التجزئة هنا نبنتكلم على المحل الصغير البقال أو المحل التجاري البسيط اللي بيبقى موجود في بعض المدن في الشوارع في القرى ده بيختلف عن السلاسل التجارية ولكن بصفة عامة اللي نقدر نقوله من متابعة أكتر من جهة ويمكن هنا إحنا الحقيقة في الأمانة الفانية للجنة هي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بيقدر إن هو بينزل من خلال الحصر على مستوى المحافظات كلها يعني إحنا عندنا دلوقتي بقى فيه حصر كامل محافظة محافظة وبالتالي بنبقى شايفين إن ممكن بنلاقي الأسعار بتختلف من محافظة وممكن جوه المحافظة نفسها بنلاقي فيه اختلافات في بعض الأسعار ولكن الاتجاه العام إن السلع كلها بصفة عامة فيه نزول لحوالي 22% ولكن السلع الأساسية المجموعة السلع الأساسية النزول فيها أكتر يعني إن بيتجاوز 25% ممكن تبقى للأرقام حوالي 27% فالأرقام دي النهاردة منعاكسة في إن إحنا كنا بنتابع أسعار السلع الرئيسية زي الزيت والسكر والرز والجبن والألبان ويمكن كانت أهم حاجة كمان لسه النهاردة كنا بنتابعها وكنت يعني الحقيقة كنت وجهت سيد وزير التموين إن بمجرد انتهاء الأجازة يبدأ يحصل فيه النقاش عليها هو كان موضوع الخبز الحر وأسعار الخبز الحر وبالذات مع الانخفاض اللي حصل في أسعار الدقيق على مستوى العالمي ومع طبعا استقرار الحمد لله سعر الدولار فبقى النهاردة لازم يبقى فيه أيضا يعني انخفاض فيه أسعار الخبز الحر ترجمة نانسي قنقر